من جانبه أكد السفير الإماراتي لدى روسيا عمر غباش أن قطر زودت تنظيم القاعدة الإرهابي بمعلومات مكنته من استهداف القوات الإماراتية في اليمن وفي تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية أشار غباش إلى أن الإمارات لديها دلائل بالصور والصورة على مساعدة الدوحة لتنظيم القاعدة من خلال نقل معلومات عن استعداد القوات الإماراتية لعملية أمنية حيث أبلغت الدوحة تنظيم القاعدة بموقع القوات الإماراتية وخططها فوصل أربعة انتحاريين وفجروا أنفسهم بالقوات الإماراتية ما تسبب في استشهاد وإصابة جنود إماراتيين غباش دع المجتمع الدولي إلى دعم إجراءات استهداف مصادر تمويل الإرهاب لافتا إلى أن هناك أفراد في قطر يرسلون التعليمات لأشخاص في اليمن وليبيا وسوريا لتنفيذ عمليات محددة جزء للقاعدة المختلفة لم يكن سوقها بالقاعدة من الخطط أفراد الابطهي بالنسبة للقاعدة التعليمس للإماراتية ربما يمكن أن نتحدث عن الإضافات آخرية أثناء سوريا لتنصف الإدارات كثيراً الجيد Fed law uh we have information uh but we as a government have information that ourолies informed Qaeda of on precise location and what we were planning to then received and received four suicide bombers. We had a number of soldiers who were injured. So, they deliberately sabotaged attack and tried to kill your ums U.A.e. soldiers? نحن لدينا أماراتي قتلات قطري